كتاب قواعد الإدارة ليرتشارد تامبلر يقدم الخارطة الأساسية للنجاح الإداري حيث يلخص مسؤوليات وتحديات الإدارة في قواعد واضحة وعملية هذه القواعد لا تتعلق فقط بتنفيذ المهام استراتيجيا ولكنها تتساءل أيضا الجانب الأكثر نعمة في الإدارة العلاقات البينية والموقف والتطوير الشخصي في جوهره يؤكد الكتاب أن كونك مدير ناجح ليس فقط عن اتباع بروتوكول صارم أو امتلاك مجموعة معينة من المهارات بل هو أيضا عن فهم وتطبيق أنماط سلوكية ومواقف زهنية معينة يشدد تنبلار على أهمية السقة دون الغروع يجب أن يعرض المدير السقة والهدوء في قرارته حتى في مواجهة الغموض يلهم هذه السقة والسقة بين الأعضاء التواصل هو موضوع محور في الكتاب يدمر تنبلار في تعقيدات التواصل الفعال مؤكدا أن مدير جيدا لا يتحدث فقط ولكن يستمع بنشاط وهذا لا يعني فقط الانتباه لما يتم قوله ولكن أيضا التعرف على ما تم تجاهله من خلال إتقان هذا التوازن يمكن للمديريين التصرف مسبقا على مشكلات ومعالجتها قبل أن تتصاعد يستكشف تنبلار أيضا دور المدير الدقيق في ديناميات الفرق يشدد على أهمية التصرف على السلوكيات الصحيحة ومكافأتها بينما يتم معالجة وتصحيح السلوكيات غير المرغوب فيها بسرعة المدير العظيم في رأي تنبلر هو الذي يعرف متى يتدخل ومتى يتراجع مما يسمح للفريق بأخذ الملكية والمسؤولية بالإضافة إلى ذلك يتناول الكتاب القدرة على التكيف وهي صفة مفتاحية في الممارسات الإدارية الحديثة في مناظر الأعمال المتغيرة دائما يجب أن يكون المديريين مستعدين للتغيير المستمر يوحي تنبلر بأن التكيف لا يعني أن تكون رد الفعل بدلا من ذلك يجب أن يكون المدير دائما في حالة استعداد استباقه وأخيرا التطوير الشخصي والتعلم المستمر هما أيضا حيويان في قواعد تنبلر يجب أن لا يصبح المدير مكتفيا ذاتيا تضمن الاستعراض الذاتي المنتظم والالتزام بالنمو الشخصي أن يظل المدير فعالا بغض النظر عن التحديات التي تواجهه في الختام قواعد الإدارة لا يقدم فقط قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله في الإدارة بل يقدم خارطة شاملة للمديريين لتحسين سلوكهم وموقفهم وعقليتهم مضمونة بأنهم يمكنهم القيادة بسقة وتعاطف وقدرة على التكيف قواعد تنبلر ليست توجيهات صارمة بل هي مبادئ توجيهية من المفترض أن تستكشف وتطبق حسب الاحتياجات والظروف الفردية كتاب قواعد الإدارة ليرتشارد تنبلر يقدم الخارطة الأساسية للنجاح الإداري حيث يلخص مسؤوليات وتحديات الإدارة في قواعد واضحة وعملية هذه القواعد لا تتعلق فقط بتنفيذ المهام استراتيجيا ولكنها تتساءل أيضا الجانب الأكثر نعمة في الإدارة العلاقات البينية والموقف والتطوير الشخصي في جوهره يؤكد الكتاب أن كونك مدير ناجح ليس فقط عن اتباع برتوكول صارم أو امتلاك مجموعة معينة من المهارات بل هو أيضا عن فهم وتطبيق أنماط سلوكية ومواقف زهنية معينة يشد التنبلر على أهمية السقة دون الغروع يجب أن يعرض المدير السقة والهدوء في قرارته حتى في مواجهة الغموض يلهم هذه السقة والسقة بين الأعضاء التواصل هو موضوع محوري في الكتاب يدمر تنبلر في تعقيدات التواصل الفعال مؤكدا أن مديرا جيدا لا يتحدث فقط ولكن يستمع بنشاط وهذا لا يعني فقط الانتباه لما يتم قوله ولكن أيضا التعرف على ما تم تجاهله من خلال إتقان هذا التوازن يمكن للمديريين التصرف مسبقا على مشكلات ومعالجتها قبل أن تتصاعد يستكشف تنبلر أيضا دور المدير الدقيق في ديناميات الفرق يشدد على أهمية التصرف على السلوكيات الصحيحة ومكافأتها بينما يتم معالجة وتصحيح السلوكيات غير المرغوب فيها بسرعة المدير العظيم في رأي تنبلر هو الذي يعرف متى يتدخل ومتى يتراجع مما يسمح للفريق بأخذ الملكية والمسؤولية بالإضافة إلى ذلك يتناول الكتاب القدر على التكيف وهي صفة مفتاحية في الممارسات الإدارية